بسم الله الرحمن الرحيم حضرت زملاء أدعوكم أولاً إلى قراءة الفاتحة ترحماً على روح الفقيد الرئيس باجي قيد السبسي الذي وفاه الأجل فأرجوكم قراءة الفاتحة تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمد عقاهم غير المنظوب عليهم ولا الضالونين آمين وسلام على المسلين والحمد لله يا رب العالمين عملاً بأحكام الفصلين أربعة وثمانين وخمسة وثمانين من الدستور وتبعاً لتلقي مجلس نواب الشعب اليوم الخميس خمسة وعشرين جميلية ألفين وتسعتاش شهادة وفاة المغفور له السيد محمد الباجي قيد السبسي رئيس الجمهورية التونسي وبعد أن تلقى مجلس نواب الشعب أعلاماً من قبل رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة تسطورية القوانين يقر بالشعور النهائي في منصب رئيس الجمهوري واعتماداً لذلك واعتباراً لذلك فأني أتولى بصفة القائم بمهام رئيس الجمهورية أداء اليمين الدستورية أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامت ترابها وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها شكراً انتهى للحفظ فكر فضله